هذه المحاضرات موجهة لجراحي المستقبل إذا for the future surgeon you تابع هذا الفيديو من خلال النقر هنا سنستطيع حضور محاضرات تشريح البطن بالتسلسل ومثل ما نلاحظ من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت الفيديو نستطيع التصفح بمواضي الفيديو وبالتالي حضور فقط الموضوع الذي يهمنا من الفيديو مرحبا جميعا في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على عضلة واحدة فقط أيضا هي العضلة الثانية وهي عبارة عن الانترنال أوبليك مصل في الفيديو السابق تعرفنا على الانترنال أوبليك مصل تعرفنا على السوبرفيشل مسكيلر لاير والآن سنتعرف إن شاء الله على الانترميديات مسكيلر لاير سنستذكر الآيل أوز عن محاضرة الانترولاترال أبدامنال والتي ينتمي لها هذا الفيديو لذا لنستذكر الآيل أوز هذه المحاضرة ستكون عن الأنتومي أوف ذا أبديمن وهذه المحاضرة ستكون فروم ذا بيجينيغ وستكون تحديدا لطلاب الطب لأن فيها تفاصيل كثيرة لن يحتاج لها غير طلاب الطب فالغاية الأساسية من محاضرة الأبديمن أن تقوم بتأهيل طلاب الطب ليصبحوا جراحين وهذه عبارة عن lecture 2 عبارة عن المحاضرة الثانية من محاضرات الانتومي أوف ذا أبديمن وهذه المحاضرة ستكون مخصصة لشرح كل تفاصيل الانترولاترال أبدامنال والل لذا سنتعرف في هذه المحاضرة على الهول ستوري أوف ذا انترولاترال أبدامنال والل تشريحيا أما الآن فسنتعرف على ال-ILOs أو ال-Intended Learning Objectives لهذه المحاضرة فمثل ما نلاحظ سنتعرف أولا على ال-Overview سنقوم بأخذ overview بسيطة عن هذه المحاضرة بشكل عام ومن ثم سنقوم بعمل general description لل-Layers of the Intralateral Abdominal Wall سنقوم بعمل وصف عام على طبقات ال-Intralateral Abdominal Wall ومن ثم سنتعرف على الفاشة of the Intralateral Abdominal Wall وبعد ذلك سنتعرف على المسلز of the Intralateral Abdominal Wall وهذه هي من أهم أجزاء هذه المحاضرة وأيضا سنتعرف على ال-Rectus Sheath وال-Linealpa وال-Umbilical Ring وأيضا سيكون لدينا ال-Functions and Actions of the Intralateral Abdominal Wall والموضوع المهم الآخر لهذه المحاضرة وهو عبارة عن ال-Neurovascular Structures of the Intralateral Abdominal Wall الأوعية الدموية والعصاب والأوعية اللنفاوية أيضا لل-Intralateral Abdominal Wall وأخيرا سيكون لدينا سمري لهذه المحاضرة ملخص لهذه المحاضرة سيكون موجود على الصبور هذه هي عبارة عن ال-ILOs لمحاضرة ال-Intralateral Abdominal Wall بالكامل لذا فهذا الفيديو متعلق بال-ILO الرابع لمحاضرة ال-Intralateral Abdominal Wall وهذا هو الفيديو الثالث عن المسلز of the Intralateral Abdominal Wall لذلك نتعرف بالتفصيل الجميل على ال-Internal Oblique Muscle نتابق أما الآن فسننتقل إلى ال-Internal Oblique Muscle مثل ما نلاحظ أيضا سنتعرف على ال-Origin وال-Insertion لهذه الأضلة أما ال-Origin فسيكون من الثراكولامبر فاشا وقد تعرفنا قبل قليل على الثراكولامبر فاشا وقدنا أن ال-External Oblique Muscle لا تنطلق أو لا تعمل origin من الثراكولامبر فاشا فأولا ال-Origin of the Internal Oblique Muscle سيكون من الثراكولامبر فاشا ومن ثم سيكون من ال-Anterior Two Thirds of Iliac Crest في ال-External Oblique Muscle كان ال-Anterior One Half of the Iliac Crest وبالإضافة إلى ذلك فإن ال-Internal Oblique Muscle ستقوم بعمل origin من ال-Connective Tissue Deep to the Lateral Third of the Inguinal Legament هذه عبارة عن ال-Internal Oblique Muscle وقد قرأتم قبل قليل مصطلح Intermediate أي أنها ستكون Deep لل-External Oblique Muscle ولكنها ستكون Superficial لل-Transversus Abdominus Muscle لذا فهي ال-Intermediate Layer لل-Muscular Layers of the Interlateral Abdominal Wall وسيكون ال-Insertion لل-Inferior Borders of the 10th to 12th Ribs وأيضاً لل-Linear Alba وال-Vecton Pupes via Conjoint Tendon سنتعرف على ال-Conjoint Tendon بعد قليل إن شاء الله بطريقة مختصرة وإن شاء الله في المستقبل سنتعرف عليه بالتفصيل الجميل حينما نقوم بدراسة ال-Ingunal Region ولكن على ما أعتقد أنكم استنتجتم بعض التفاصيل المهمة بأن ال-Origin لل-Internal Oblique Muscle يبدأ من الأسفل ويصعد إلى الأعلى لكي تعمل Insertion في ال-Ribs وبهذه الطريقة فإنها تعاكس اتجاه ال-External Oblique Muscle من ناحية ال-Origin وال-Insertion مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن ال-External Oblique Muscle وهذه هي عبارة عن ال-Latismus Dorsi من محاضرات الأبرلم وهذه هي عبارة عن الثراكو لامبر فاشا ومثل ما نلاحظ قمنا بإزالة ال-External Oblique Muscle وقمنا بإزالة جزء من ال-Latismus Dorsi ومثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن ال-Internal Oblique Muscle مثل ما نلاحظ ستقوم بعمل Origin أو Originate from Taraka Lamper Fasha وأيضا تقوم بعمل Origin من anterior two-thirds of the Iliac Crest ملف ال-PDF أسفل في وصف هذا الفيديو وتستطيعون أن تدققوا على هذه الصورة بشكل جيد قبل أن تكملوا الفيديو ولكن الشيء بشيء يذكر مثل ما نلاحظ هذه ال-Digitations أو أجزاء من ال-External Oblique Muscle مثل ما نلاحظ قمنا بقص ال-External Oblique Muscle لكي نستطيع أن نرى ال-Internal Oblique Muscle لذا فال-Internal Oblique Muscle Deep لل-External Oblique Muscle وال-External Oblique Muscle Superficial لل-Internal Oblique Muscle هذه هي Relative Position التي تحدثت عنها في بداية هذا الفيديو في حين مثل ما نلاحظ أن ال-Internal Oblique Muscle تمتد إلى Posterior أكثر من ال-External Oblique Muscle لذا لو عدنا إلى الصورة السابقة سنلاحظ بأن ال-External Oblique Muscle تنتهي عند هذه النقطة بينما هناك مثل ما نلاحظ في هذه النقطة نستطيع أن نرى ال-Internal Oblique Muscle مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن ال-External Oblique Muscle هذا الجزء المسكلر منها وهذا الجزء الأبانيوروتك منها سنقوم بإزالة ال-External Oblique Muscle لكي نستطيع أن نرى ال-Internal Oblique Muscle مثل ما نلاحظ ال-Internal Oblique Muscle مثل ما تلاحظون الأرجل لها سيكون من الثراكة لامبر فاشا وال-Anterior Two-Thirds of Iliac Crest وأيضاً ال-Connective Tissue الذي سيكون Deep لل-One-Third أو Lateral One-Third of the Inguinal Ligament وال-Internal Oblique Muscle ستقوم بعمل Insertion لل-Inferior Three Rips ال-Tenth ال-Eleventh وال-Twelfth ستقوم بعمل Insertion في ال-Inferior Border أو the Inferior Three Rips الضلع العاشر الحادي عشر والثاني عشر ويضاً ستقوم ال-Internal Oblique Muscle بعمل Insertion لل-Linia Alba كما هو الحال في ال-External Oblique Muscle وبالإضافة إلى ذلك فإن ال-Internal Oblique Muscle ستقوم بعمل Insertion لل-Bectine Epubes أو ال-Bectine Line of the Epubes عن طريق تندن نسميه بال-Conjoint Tendon مثلاً نلاحظ هذا هو عبارة عن ال-Conjoint Tendon وسنتعرف على هذا التندن إن شاء الله في محاضرات ال-Ingunal Region أو محاضرة ال-Ingunal Region مثلاً نلاحظ هذه عبارة عن External Oblique Muscle قمنا بإزالتها وظهرت لدي Internal Oblique Muscle هنا مثلاً نلاحظ وأيضاً مثلاً نلاحظ ستقوم Internal Oblique Muscle بعمل Origin من Anterior Two Thirds of Iliac Crest مثلاً نلاحظ هذه Anterior Two Thirds of Iliac Crest وأيضاً ستقوم بعمل Insertion لل-Inferior Borders of the Inferior Three Rips العاشر الحادي عشر والثاني عشر ولا ننسى أن Internal Oblique Muscle ستقوم بعمل Insertion لل-Linear ألبا كما هو الحال في External Oblique Muscle وأيضاً تقوم بعمل Insertion لل-Bectine Pupes مثلاً نلاحظ في هذه النقطة تقريباً مثلاً نلاحظ هذا هو عبارة عن ال-Bectine Pupes أو ال-Bectine Line of the Pupes وقد تعرفنا على هذا الشيء في محاضرات اللاورلم أما ال-Innervation لل-Internal Oblique Muscle فسيكون عن طريق الثاراكو Abdominal Nerves ولكن سيكون من T6 إلى T12 Spinal Nerves وبالإضافة إلى ذلك أيضاً سيكون عن طريق First Lumbar Nerves فمثلاً نلاحظ هذه عبارة عن Nerves التي ستقوم بعمل Intervation لل-Internal Oblique Muscle هذه عبارة عن من المسكور من المسكور layers of the Intralateral Abdominal Wall هذه ال-External وهذه ال-Internal أما هذه فهي عبارة عن Transversus Abdominous Muscle وأيضاً مثلاً نلاحظ بنفس الطريقة ستقوم الثاراكو Abdominal Nerves بعمل Intervation لـ Internal Oblique Muscle عن طريق ال-Interior Rames وليس ال-Posterior Rames أما الآن فسنتعرف على Action of the Internal Oblique Muscle مثلاً نلاحظ The Internal Oblique Muscle Compresses and Supports the Abdominal Vistra أي أنها ستقوم بالضغط على Abdominal Vistra وأيضاً ستقوم بعمل Supporting للAbdominal Vistra ستقوم بإصداد الAbdominal Vistra ولو تصورنا الموضوع فإن هذه ال-Three Flat Muscles ال-Internal Oblique Muscle وال-External Oblique Muscle وسنتعرف بعد قليل على ال-Transversus Abdominus Muscle فجميعها ستقوم بعمل Origin من نقاط معينة تعرفنا على أثنان وسنتعرف على الثالثة كيف ستقوم بعمل Origin ولكن المهم أنها ستقوم بعمل Insertion في نقطة مشتركة وهي عبارة عن اللينية Alpha الذي سيكون موجود في الميدلاين فمن ناحية طريقة ترتيب هذه العضلات مع بعضها البعض من ناحية Structural من ناحية Anatomical فإنها مؤهلة بأن تقوم بعمل Compression على Abdominal ذسرة وبالتالي ستقوم بزيادة Intra Abdominal Pressure ولكن علينا دائما أن نتذكر هذه النقطة جميع هذه لـ Three Flat Muscles ستقوم بعمل Origin من نقاط معينة وبالتالي ستقوم جميعها بعمل Insertion بالLinia Alpha في منتصف البطن في الميدلاين للبطن وبالتالي فإن جميعها ستقوم بالمساهمة بزيادة Intra Abdominal Pressure وقد تعرفنا على تفاصيل Intra Abdominal Pressure في المحاضرة السابقة ولكن بالإضافة إلى ذلك فإن Internal Oblique Muscle ستقوم بعمل Flexion لـ Trunk الثمان نلاحظ أنا الآن أقوم بعمل Flexion للـ Trunk وأيضا ستقوم بعمل Rotation للـ Trunk أنا الآن أقوم بعمل Rotation للـ Trunk لذا كملخص فإن Internal Oblique Muscle ستقوم بعمل Compression و Supports للـ Abdominal فسرة وأيضا ستقوم بعمل Flexion و Rotation للـ Trunk أما الملاحظات على هذه العضلة مثل ما نلاحظ The Intermediate Muscle مثل ما قلت قبل قليل أن Internal Oblique Muscle هي عبارة عن Intermediate Muscular Layer of the Intralateral Abdominal Wall لدي External Oblique Muscle ستكون Superficial لها والTransversus Abdominus ستكون Deep لها هذه Relative Position مهمة في التشريح مهمة جدا لأن لها أهميتها القصوى في الجراحة والملاحظة الثانية تقول بأن Its fibers become apaneurotic at the mid-clavicular line إذا ما نلاحظ هذا هو عبارة عن المد-clavicular line وقد تعرفنا عليه بشكل جيد خلال هذا الفيديو وخلال المحاضرة السابقة هذه عبارة عن Internal Oblique Muscle هذه عبارة عن Muscular Fibers of the Internal Oblique Muscle وهذه عبارة عن Epaneurotic Fibers للإنترنال Oblique Muscle فعند المد-clavicular line ستتحول الإنترنال Oblique Muscle من Muscular Tissue إلى Epaneurotic Tissue أو Connective Tissue وإلى هنا انتهى هذا الفيديو وقد ختمنا الحديث عن Internal Oblique Muscle إن شاء الله في الفيديو القادم سنتعرف على العضلة الثالثة وهي عبارة عن Transversus Abdominus Muscle وهي عبارة عن Deep Muscular Layer of the Intralateral Abdominal Wall إذا نلتقي في الفيديو القادم Transversus Abdominus Muscle